مثلا اليوم وزير الانتاج والرأي والمعدات الزراعية سيد جامر السليك مثلا نظري في البيئة والمياه في افتتاع عمل الورشة الوطنية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة للمياه حضر المناسبة العديد من الموثلاء المنظمات الدولية وبعض رؤساء الأقسام المزارية أحمد حميد عبد المجي جاءت هذه الورشة الوطنية التي يشارك فيها العديد من الخبراء إلى جانب رؤساء الأقسام لمختلف الوزارات المعنية تحت شعار فرص وتوقعات التسيير المستدام للموارد المائية المشتركة بين الدول ترأس عمل افتتاح هذه الورشة الوطنية وزير الانتاج والرأي والمعدات الزراعية السيد جامر السليك إلى جانب العديد من الممثلي المنظمات الدولية التي تقدم الدعم التقني والمادي للبلاد وتقف معها في إطار تنفيذ مختلف البرامج التنموية وخلال افتتاح عمل هذه الورشة قدمت العديد من الخطابات من قبل ممثلي بعض المنظمات الدولية منها خطاب السيدة فرانسيسكا برنانديني الأمينة العامة للاتفاقية الخاصة بالمياه وكلمة سفير فرنسا لدى البلاد فليب لاكوست بالإضافة إلى خطاب السيد بيتر كوفاس ممثل التعاون السويسري جميع تلك الخطابات جاءت لتؤكد على أهمية الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمياه وعلى ضرورة التوقيع عليها من أجل الحفاظ على تسيير المياه التي تتقاسمها العديد من الدول وكذا البحيرات الدولية الاتفاقية الخاصة بالمياه تم تبنيها عام 1996 وهي تمثل قاعدة مهمة بالنسبة لتقاسم وتسيير المياه المشتركة بين الدول وكذا تمثل إطارا قانونيا دوليا يضمن لجميع الدول حقها في المياه تفاديا لأي نزاع أو توتر محتمل أما وزير الإنتاج والري والمعيدات الزراعية السيد جمر السيليك قال خلال خطابه الافتتاحي أن البلاد شاركت في العديد من الاجتماعات الخاصة بالمياه منذ عام 2013 وأن البلاد تمتلك العديد من البحيرات التي تتقاسمها مع دول الجوار كبحيرة شادو ولوغون وشاري وعليه يجب تسيير هذه الموارد المائية بشكل يضمن لكل الدول حقها في المياه تفاديا للحروب والنزاعات التي يمكن أن يسببها نقص المياه وللعلم فإن البلاد لم توقع بعد على الاتفاقية الخاصة بالمياه وينتظر خلال أعمال هذه الورشة الوطنية التعرف أكثر على مزايا وفوائد هذه الاتفاقية